بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة طالبات المدارسة السنوية الزراعية طلبة مجال الإنتاج الحيواني والداجيني أهلا ومرحبا بكم في مادة حيوانات اللبن على مدى الحلقات الماضية تحدثنا عن الأهمية الاقتصادية لحيوانات اللبن ثم أسمنا أو أقولنا ما هي أنواع سللات ماشية اللبن وقلنا في سللات بتنشع في المناطق المعتدلة وسللات بتنشع في المناطق الباردة وفي سللات بتنشع في المناطق الجفة أو الجفة الحرة كذلك تحدثنا عن إزاي أننا أكون قطيع حيوانات اللبن وهي أنواع حيوانات اللبن بصفة عامة ثم تحدثنا عن مصادر شراء حيوانات اللبن من حيث مصادر شراء حيوانات اللبن قلنا حنشترينا حيوانات اللبن من الأسواق العامة أو من عند المربين وحددنا من عند الأسواق العامة والمربين على أساس الشكل الظاهري يبقى أنا في عندي هنا حاجتين بشتري بهم حيوانات اللبن الشكل الظاهير اللي حيوان اللبن ثم السجلات طب السجلات مش موجودة عند المربي اللي هو المجاور للراجل اللي هو حيربي حيوانات اللبن لكن السجلات دي موجودة في الهيئات والمؤسسات الحكومية والمراكز البحثية اللي هي متخصصة في إنتاج اللبن فبشتري الحيوانات على أساس السجل اللي في إذا عندهم سجلات موجودة في داخل قطع النحوات اللبن أو داخل المزرعة اللي هي بتدير حيوانات اللبن إذا من خلال هذه السجلات اللي احنا تحدثنا عنها في الحلقة الماضية وقلنا يعني إيه تعريف السجل أو تعريف التسجيل السجل هي عبارة عن دفاتر وراقية بيقوم المراب فيها بتدوين جميع المستندات أو جميع البيانات المتعلقة بالحيوانات من حيث الشراء الحيوانات، نوع الحيوانات، سلالة الحيوانات، أسلاف الحيوانات من خلال استجادات قد تتبع حالة القطيع لكن عملية التسجيل ذات نفسيها هي عبارة عن تدوين جميع البيانات والمعلومات الموجودة داخل مزارع الانتاج الحيواني والداجيني بمعنى ايه؟ انا عندي فيه مجموعة من الحيوانات حسب مقدرة المربي عنده عشر الاثناشر حيوان او عنده خمسين حيوان فكل حيوان بيعطيه رقم معين عن طريق عملات طبعا لعملات التركيم كل حيوان بياخد رقم هذا الرقم موجود في داخل السجل اذا كده ما وضحنا ان السجلات هو عبارة عن دفاتر ورقية موجودة في حوزة المربي اللي هو الرجل القائم بمشروع الانتاج الحيواني والداجيني داخل المزارع ففيه سجلات ورقية ممكن هذه السجلات الورقية دي يجي عليها مضى من الوقت وهذه السجلات تعدم يبقى اذا هنا لازم يطور من نفسه ولازم يحسن من نفسه داخل القطيع ويقدر يتتبع الحالة المرضية او يقدر يطبع الحالة الصحية او يقدر يتبع رعاية الحيوانات سواء التغذية او الاكل او الرعاية الى اخيره اللي هي بتتم او عاملة الحال اللي بتتم في داخل مزارع حيوانات اللبن لو نفترض عسيبي المثال مقسم نحن السجلات قلنا فيه عندنا سجلات فنية وقلنا فيه سجلات مالية وقلنا فيه سجلات ادارية السجلات ادارية بتعتبر السجلات مساعدة للسجلات الفنية والسجلات الاخرى اللي هي موجودة داخل المزرعة اما فيه استجلات الفنية زي سجل ايه سجل 149 لو قال مثلا ارسم نموذج مثلا لسجل 149 لحيوانات اللبن طيب سجل 149 بيحتوي على ايه على هذا السجل بيحتوي على جميع ايام الاسبوع اللي هي موجودة لان الحيوان اللبن بصفة عامة مش هيجي عليه يوم الايام انه هو يمتنع عن عاملات الحل اذا السجل اللي موجود فيه من يوم السبت الارب الحد الاتنين التلات الأربعة الخميس الجمعة هذا السجل بيحتوي على ايه تاني في السبت صباحا يعني بقوم بعملات الحلب فيه خلال الصباح وعملات الحلب فيه المساء لنفس اليوم كذلك السجل هنا بيحتوي على ان رقم الحيوان نفترض ان عندي حيوان رقم مثلا رقم واحد في حليبت الصباح الداني 12 كيلو لبن في حليبت المساء الداني 8 كيلو وهكذا على مدار الاسبوع اللي هو موجود عندي الداني في جملة الاسبوع 119 كيلو جرام تبا ما هقدر اعرف كمية اللبن لهذه الحيوانات اللي هي موجودة سواء كان اتنين او تلاتة او اي عدد من العامات الحيوانات اللي هي موجودة عندي اعرف من خلالها من خلال هذا السجل فبجمع كمية اللبن سواء كانت صباحا او مساءا اواخد متوسط انتاج اللبن على مدار اليوم اذا من خلال هذا السجل بقدر ان اعرف كمية اللبن لكل حيوان ومن خلال هذا السجل اللي بنقل الحيوان ده هو جاب لي اعطاني 119 كيلو او 120 كيلو او 80 كيلو على مدار الاسبوع بنقله الى السجل تاني اخر اسمه السجل الموسمي لحيوانات اللبن هذا السجل اللي هو سجل الادرار الموسمي بيتم تسجيل اللبن فيه على مدار الاسبوع اللي هو موجود معايا انا سجلت مثلا 120 كيلو لبن اذا في الاسبوع التاني فيه 100 كيلو اذا الاسبوع التالت فيه 40 كيلو لحد ما انتهي بموسم الادرار لنفس الحيوان من خلال هذا السجل لو احنا جاننا استعرضنا ما بعض كده عم يعشاش لهذا السجل بنلاحظ ان السجل ده هو اسمه سجل الادرار الموسمي بيوضح لكمية انتاج هذا الحيوان على مدى الموسم وهو موسم الحلبي لهذا الحيوان الدني 2000 كيلو جرام او الدني 3000 كيلو جرام من خلال هذا السجل اقدر اتتبع كمية انتاج اللبن الموسمي بالنسبة لكل حيوان على حدث اما فيه نوع تاني اخر من السجلات وهو سجل التلقيح والولادة طبعا بيسجل فيه رقم الحيوان تاريخ اخر وضع بالنسبة للحيوان تاريخ الوسبة الاولى تاريخ الوسبة الثانية معاد الولادة المنتظرة لهذا الحيوان بعد عن طريق عملية الجز والتلقيح والاخصاب لهذا الحيوان بقدر اعرف من هذا السجل ان الحيوان ده هو التاريخ الولادة المنتظرة امتى من خلال سجل التلقيح والاخصاب فيه سجل تاني اسمه سجل النسب اللي هو سجل العائلة بمعنى إيه؟ أنت النهاردة ما بتروح تسجل المولود الجديد اللي هو موجود عندك بتسجله بعد 24 ساعة بيتخش على الكمبيوتر بيطلع لك شهادة ورقية كمبيوتر بتسجلت فيه كل البيانات اللي هي موجودة عندك سجلت فيه اسم الأب اسم الأم العيلة اللي هي موجود منها من خلال سجل 152 أقدر أعرف تتبع نسب هذا الحيوان على مضى الموسم اللي هو البتاعه أو على مدار الحياة الانتاجية اللي هي موجود فيها هذا الحيوان طبعا سجل الناسب ده بسجل نسب الحيوان وأجداده لعدة أجيال متتالية وما أنتجه هذا الحيوان من لبن على مدار المواسم أو على مدار الحياة الانتاجية بالنسبة لهذا الحيوان كذلك سجل الناسب ده أقدر أتتبع أرقام وتعاقب الولادة ومدى انتظامها بالنسبة لهذا الحيوان وما أنتجه هذا الحيوان من نسل أو من سلولات فيه سجل عندي تاني اسمه سجل الحالات الصحية اللي هو دفتر 165 من خلال هذا السجل أقدر أتتبع الحالة المرضية اللي هو موجودة عند الحيوان معادة تحسين اللي هو موجود الأمراض التي أصيب بها هذا الحيوان على مدى حياته الانتاجية من أول ما يوضع هذا الحيوان إلى أن تنتهي حياته الانتاجية فيه عند اختبرات لأدت الأمراض فيه عند التحسينات اللي هي موجودة فيه عند الأمراض التي أصيب بها هذا الحيوان فيه سجل آخر تاني اسمه سجل الوزن الدوري لحيوانات التربية بمعنى إيه؟ أنا حيوان التربية عندي بوزن كل شهر بالنسبة لحيوان التربية عشان أقدر أعرف هذا الحيوان هل الحيوان ده هو فزديات فيئة النمو وفيئة النشاط وفيئة الحارقة ولا الحيوان بيبدأ ان هو يخص عندي او ان هو عشان اقدر من خلال هذا السجل اعطيه كل الكميات الغذاء التي يسمح بها او يتناولها هذا الحيوان من خلال سجل الوزن الدوري لحيوان التربية في نوع تاني من السجلات اسمه سجل صرف العليقة بمعنى ايه انا عندي مثلا حوالي 10-15-20 حسب القدرة المالية بالنسبة للمربي بضع في هذا السجل جميع الحيوانات اللي هي موجودة عندي انا افترض على سبيل المثال في عندي النوع جموس عندي كم جموسة في هذا السجل عندي 5 حيوانات موجودة عندي عندي الابقار كم عندي 10 هل كل حيوان بعطيه نفس الكمية لا انا بعطي لكل حيوان كمية من العليقة بما يوازي كمية الانتاج اليومية بالنسبة لقلبا بخلاف الحمل وبخلاف العشر وبخلاف موسم الوضع بالنسبة لهذا الحيوان فبسجل مقرر الفرد في اليوم وبسجل مقرر العدد فيه اليوم وبسجل مقرر اللي عدد فيه المدة السجل ده مدة 15 يوم او مدة شهر طيب من خلال هذا السجل اللي هو السجل اللي اصدر في العلائق بيستنبط عندي سجل تاني اخر وهو سجل استهلاك العليقة معنى ذلك ان انا سرفت طن علف من المخزن في مدة 15 يوم طيب انا يوميا انا بستهلك قد ايه بستهلك مثلا حوالي 50 كيلو جرام من العلف او 40 كيلو جرام القش بما يوازي كمية التغذية اللي هيقدر الحيوان يتغذى عليها خلال هذا اليوم من خلال سجل اللي هو الاخر اللي هو السجل الاستهلاك العليقة بقدر اتتبع حركة التغذية داخل قطيع حيوان اللبن بس بتتبعها ايه بتتبعها وراقيا معنى ذلك ان سجل واحد من سجل حيوانات اللبن بيحرك لحوالي 3 اربع سجلات او يوصل الى 10 سجلات داخل القطيع عشان اقدر اتتبع حالة القطيع اللي هي موجودة واقدر اتبع حالة الانتاج واقدر اتبع كمية انتاج اللبن واقدر اتبع الحيوان دوت هل اصيب بامراض اذا كل ذلك من خلال السجلات اللي هي موجودة عندي ففيه سجل تاني اسمه سجل الاستهلاك العليقة في المدة الخمستاشر يوم اللي انا هغذي بهم القطيع اللي هو موجود عندي طب في خلال مدة خمستاشر يوم نفترض اننا مثلا فيه عندي حيوان تخلصت منه عن طريق البيع لاته منخفض في كمية الانتاج فبتخلص من هذا الحيوان الحيوان ده مثلا كان بياخد حوالي عشرة كيلو جرام علب في اليوم انا بسقطهم من المدة التخزين موجودة في النهاية بصل الى وفورات خلال المدة او المستهلك خلال المدة بالنسبة لي قطيع حيوانات اللبن من خلال هذه السجلات ان انا بقدر احسب كمية العليقة اللي هو بيحتاج هذا الحيوان وفي نفس الوقت بحسب كمية العليقة سواء كانت عليقة حافظة لهذا الحيوان اننا بعط الحيوان عليه احافظها زي ما اتفقنا انه بتدي له واحد في المية من وزن الحيوان مع كمية انتاج اللبن او مع اضرار اللبن لهذا الحيوان اذا من خلال السجلات هقدر اتتبع حالات اللي هي العشار اقدر اتبع كمية انتاج اللبن اللي هي موجودة عن الداخل القطيع وفي نفس الوقت اننا هشوف كمية الغزلات يتغزى عليها هذا الحيوان من خلال السجلات برضو احسب احتياجات انتاج اللبن حسب كمية اللبن اللي هي المنتجة داخل المزرعة ثم بحسب احتياجات الحمل يعني ايه احتياجات الحمل نفترض الحيوان في الموسم الثالث وفي عمر الحمل كبير حوالي ستة شهور يبقى من خلال هذا مدة الحمل اقدر ازود كمية العليقة التي يتغزى عليها هذا الحيوان بس من خلال السجلات الورقية اللي هي موجودة عندي داخل المزرعة وفي نفس الوقت بعض احسب كمية العليقة المركزة العلائقة المركزة اللي هي العلائقة المصنعة اللي انا بشتريها جهزة من الاسواق الموجودة او من الشركات الموجودة بخلاف التغذية على المواد المالئة سواء كانت مالئة خضراء او سواء كانت مالئة جافة زي اش الارز الادبان عرش البطاطا كل مخلفات المزرعة اللي بتغزى عليها هذا الحيوان في بقى عند بقى طريقة تانية او في نظم متطورة احنا من خلال السجلات الورقية بيتم ارهاق الموظف او ارهاق الفني القائم بعملية التسجيل بصفة دورية يومية لكن هناك سجلات متطورة اسمها نظم متطورة نظم اللي هي الحاسب الآلي نظام الحاسب الآلي ده بيستعى الحاسب الآلي ثم من خلال الحاسب الآلي اقدر احل الالبانات وبصدر التؤرير الشهرية او التأرير الفنية اليومية الى صاحب المزرعة بيتذبع من خلالها حركة الحيوان الداخل القطيئة سواء كانت الحيوانات في حل التعشار كانت الحيوانات في حل widespread كانت كانت الحيوانات في حالة مرضية من خلال النظم المتطورة ومن خلال اجهزة الربط الالكتروني اقدر اتبع حركة اللبن داخل القطيع. اقدر اتبع حالة اللبن من المحلب الى داخل هذه السجلات اللي هي السجلات الفنية اللي هي موجودة على نظام الكمبيوتر او على برامج الكمبيوتر اللي هي موجودة عندي. فقدر انظمة نظام تحسين قطعان اللبن. يبقى من خلال السجلات اقدر احسن القطيع اللي هو موجود عندي لان ده بيعتمد على زيادة فن التسجيل ان هو يسجل مرة كل شهر عشان يقدر يطلع للبيانات اللي هي موجودة ويقدر تتبع حركة القطيع سواء كان يقدر يتبعها يوميا او يتبعها شهريا نفترض ان هو يتبعها شهريا يعني معنى ذلك ايه ان هو بيقوله لصاحب المزرعة او للرجل اللي هو اللي هيجي يستلم اللبن داخل المزرعة بيقوله ان شاء الله في متوقع المستقبل انما عندي مثلا حوالي عشرين تن لبن او عندي تلاتين تن لبن باذن الله الشهر اللي جايب من خلال السجلات بيقدر يحلل كل البيانات اللي هي موجودة داخل هذا القطيع كذلك التسجيل او التسجيل البيانات على الحاسب الالي في مركز تحليل البيانات بيحللها بيحلل ايه بيحلل متوسط كل حيوان على حده انا الاول كنت بسجل تسجيل ورقي في سجلات 149 انا بنسخ النسخة اللي هي الورقية بنسخها الى نسخة الكترونية على اجهزة الحاسب الالي لهذه الاجهزة اقدر احلل كل البيانات اللي هي موجودة اعرف ان كل حيوان جاب لي كم كيلو لبن اعرف ان كل حيوان هتغزى كم كيلو على في اثناء اليوم اعرف متوسط القطيع بصفة عامة اقول القطيع عنده هديني النهاردة حوالي 100 كيلو لبن او 150 كيلو لبن كذلك بيدون ارشادات فنية للمزارع يعني ايه ارشادات فنية بيقول له مثلا ان عند القطيع ده هوت موجود فيه مثلا ابكار في حالة شبك او ابكار في حالة موسم حمل يبقى من خلال التسجيل بيشخص لي كل حيوان على حدى ويقدر يتتبع حركة الحيوان داخل القطيع كذلك فيه عن طريق اشارات الالكترونية موجودة في ركب كل حيوان بمعنى ايه بمعنى لو ايه احنا بنقول في حاجة اسمها التحول الرقمي يعني ما حولت المستندات العند الوراقية الى ارقام لانما عندي في داخل قطعان حيوانات اللبن بقول ان لغتي كلها لغة ارقام يعني لغة كمية لكن انا ما بتكلم بقول مثلا ان بشتري الحيوان بشتريه عساس شكل ظاهري او شكل انتاجي يعني صفات انتاجية وطالما تطردت قلت صفات انتاجية معنى ذلك كم كيلو لبن الحيوان دوت عمره قدي ايه اذا بحول الارقام اللي هي موجودة عندي الى ارقام الكترونية من خلال ايه فيه اجهزة بسيطة جدا بتركب في شخصية كل حيوان معنى ذلك ايه ان في ركب كل حيوان احنا عارفين طبعا ان كل حيوان بياخذ رقم معايد رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة الى نهاية الارقام اللي هي موجودة عندي داخل المزرعة فيه اجهزة صغيرة هذه الاجهزة مرتبطة باجهزة الكمبيوتر لو جيه مثلا على سبيل المثال داخل هذا الحيوان الى المحلب فبتعطي اشارات عصابية الى الاجهزة الكمبيوتر ان هو ينزله او يوضع له كم كيلو علف لان الحيوان دوت معروف ان هو بيديني حوالي عشرين كيلو لبن في اليوم من خلال هذا الجهاز الجهاز صغير جدا بيركب فيه ركبة الحيوان بيوحي اشارات عصابية او اشارات الكترونية الى اجهزة الحاسب اللي هي موجودة عشان يعطيله او ينزله كمية العلف اللي هي موجودة اثناء عملية الحلب وبعد انتهاء عملية الحلب بيحسب الكترونية ان الحيوان دوت جاب كم كيلو لبن وبيسجل اوتوماتيك على الكمبيوتر عشان يقدر يشخص لي او يقدر يوصف لي كل حيوان ومن خلال هذه الاجهزة اللي هي اجهزة بسيطة اللي هي موجودة في ركبة الحيوان اجهزة صغيرة ده تتعدى زي دفر الصغير بيركب في ركبة الحيوان بتعطي اشارات هذه الاشارات ده بتوضح ميكانيكية او تركيب او شخصية الحيوان ده رقم واحد ده رقم اثنين ده رقم ثلاثة بتميز كل حيوان على حد وبيرسل ذلك خلال كل اسبوع الى المربي وبيقرر العملات دي كل شهر عشان يعطي البيانات الى اجهزة الحاسب الال اذا من خلال النظام المتطور لاجهزة الحاسب الال انها لا تكلف المربي جهدا او وقتا في عملية التسجيع ممكن من خلال اللي هو قاعدة التحكم الالكتروني داخل المزرعة اقدر اتتبع حركة القطيع وانقعد مكاني من خلال هذه الاجهزة اللي هي موجودة في داخل قطعان حيوانيات اللابة وفي نفس الوقت انها بتمكن المربي ان هو يقارن القطيع اللي هو موجود عنده بباقي القطعان الاخرى في داخل المزرعة او في مزارع اخرى مجاورة كذلك ان من خلال التسجيل او من خلال النظام اللي هو المتطور الحديث الالكتروني بيقدر ان هو بيوصف وبيحدد مستقبلية كل حيوان عن طريق اللي قلنا عليها الاشارات العصبية اللي هي موجودة او الزبزبات الكهربائية الموجودة من خلال الاجهزة الى اجهزة الكمبيوتر ان هو وصل به ان هو يشخص ويعطي بيانات ويحلل ان الحيوان ده وقت فيه مستقبليا هيدي له كم كيلو لبن عن طريق هذه الاجهزة كذلك المربي بيستفيد من خبرة وارشادات نظم التسجيل اللي هي المتطورة الموجودة عشان يقدر يحسن من القطيع او يحسن من السلالات داخل القطيع فدورة المعلومات في النظم المتطورة باستخدام البرامج التكنيكية المختلفة العالية بتغطي النواحة التالية بتغطي ايه بتغطي سجلات التربية والانتاج احنا قولة سجلات التربية زي سجل العلائق سجلات الانتاج زي سجل 149 زي سجل اذن صرف العليقة الى اخره اذا كده من خلال اجهزة التحكم بقدر استبعد تماما السجلات الوراقية واعتمد من خلالها على السجلات اللي هي الالكترونية او من خلال اجهزة الحاسبIAN كذلك بيعرف الموقف المالي بالنسبة للقطيع النهاردة هتطرق يقول أنا صرفت مثلا حوالي لكل حيوان 150 جنيه طيب الحيوان ده هو على سبيل المثال الدني كم كيلو في اليوم هيترجم لي على طول مباشرة لأنه عندي موجود سعر كيلو اللبن بيقول للحيوان الدني 200 كيلو لبن في اليوم على سبيل المثال مثلا ب200 جنيه على سبيل هذا المثال إذن هنا بتتبع حركة الحركة المالية وموقفه المالي من خلال التسجيل الإلكتروني ويمكن كل دقيقة أو كل ساعة أو كل يوم كذلك بيعطي تفصيلات عن إنتاج اللبن بالمزرعة النهاردة هيتديني كم تن لبن بكرة هيتديني كم تن لبن الحيوان ده هيتديني كمية لبن قد إيه إذن من خلال التسجيل ومن خلال السجلات أقدر أوصف شكل هذا الحيوان وأقدر أتتبع حركة هذا الحيوان لو الحيوان قل إنتاجه ومعندوش أي حالة مرضية أو أي نوع من أوائة تأثيرات في الرعاية المزرعية داخل المزرعة أقدر أتخلص من هذا الحيوان وديت فايدة كبيرة بالنسبة لسجلات المزرعة اللي هي موجودة اللي هي السجلات الإلكترونية أو النظم الحديثة كذلك بيدينات عن نواحة البيطرية وإن هو بيتنبأ كمية إنتاج اللبن المجموعة من التعليمات دي بتكون مخزنة على الجهاز ممكن استدعيها في أي وقت إن كان عشان أجري جميع حسابات اللي هي المطلوبة عشان أحصل على بيانات قديمة أو إن في بيانات موجودة عندي حديثة أو بيانات مستقبلية بالنسبة القطيع وطالما كلمة بيانات مستقبلية بالنسبة هذا القطيع نفترض إن فيه عندي حيوان بيديني كمية لبن عالية بيديني حوالي خمسة طرق والحيوان ده هو حيوان في حالة عشار معنى زي ابن أو البنت اللي هي موجودة تركيبة وراثية أو نفس الصفات الوراثية بتاع هذا الحيوان إذن بيديني تنبأ للمواليد اللي هي جاية مستقبلية بالنسبة لهذا الحيوان وبيديني مؤشر للسلالة إن دي سلالة جيدة داخل القطيع كذلك بيتيح الحاسب الآل بيتيح إن هو بيستعمل نظم حديثة عشان يقدر يوزع لعلاق الكمبيوتر من خلال عملية التسجيل والسجلات خصوصا في إدارة المحال بالآلية اللي هي موجودة داخل أو جزء داخل مساكن حيوانات اللابة التغزية الآلية التغزية الآلية عبارة عن إيه؟ إنما هذا الجهاز بيعطيه لي مجموعة من محطات التغزية اللي هي موجودة اللي هي بتدار إلكترونية عن طريق الحاسب الآلي وبيستعمل اللي هو المرسل اللي هو الجهاز الصغير الصغير اللي هو موجود في رأبة كل حيوان بتحمله البقرة في رأبتها وعند وقوفها أمام آلة الصرف يعني عند عملية الحلب أو مكان الحلب فبتصرف لها القنية بناء على إيه؟ بناء أن في هناك إشارات إلى الحاسب الإلكتروني اللي بيتلقى المعلومات من رقم الحيوان أو من المرسل اللي هو موجود في ركبة كل حيوان على حدة وبيعطي كل حيوان على حدة إذا من خلال السجلات بميز كل حيوان حسب كمية إنتاج اللبن أو حسب نوع الحيوان اللي هو موجود عندي أو حسب مرحلة الحمل أو مرحلة الولادة سواء كان في بداية عملية الولادة يعني في بداية موسم الولادة أو في نهاية موسم الولادة يعني في آخر موسم الولادة بالنسبة لحيوان أو إنتاجه من اللبن كذلك التسجيل الإلكترونيا بيحصل إيه؟ إن عندما ينتهي هذا الحيوان من أداء عملية الحلب بيتم فصل هذا الجهاز أوتوماتيكيا لأنه بيرسل طيارات عصبية إلى الأجهزة الحاسبة الآلي إن كمية اللبن انتهت فبالتالي بيفصل أكواب الحلب عن عملية الحلب اللي هي موجودة في داخل المحلة بالآل كذلك من خلال الأجهزة الكمبيوتر إنه هو بيكتشف لحالات الإصابة خصوصا إصابة بمرض التهاب الضرع داخل المحلب قبل ما ينطقل هذا الحيوان إلى داخل الحوشة أو داخل حوشة التربية اللي هي موجودة فيها اللي هو بيظل فيها خلال إنها كذلك من خلال الجهاز الحاسب الآلي إنه هو بيقدر يكتشف لأشياء الموجود داخل المحلب اللي فيها عندنا ظاهرات الشياء اللي هي موجودة في تجبل الأبقار من خلال هذه الإشارات بيقدر الحاسب يكتشف لكل الحاجات دي كلها موجودة وبيرسل طائرات إلى الحاسب وبيقول إن الحيوان ده هوت في مرحلة تلقيح معنى ذلك إنه لازم يتلقح فيه خلال مدة ست ساعات من ظهور علامات الشاب كذلك من خلال أجهزة الحاسب الآلي إنه أنا بقدر أحسب المقنن الغذائي يعني إيه المقننات الغذائية طبعا من خلال التسجيل اللي هو الورقي أنا بقول إنه كل حيوان بديله عشرة كيلو جرام مثلا على فيه اليوم حسب إنتاجه من اللبن أو خمسة كيلو جرام من إنتاجه من اللبن بنائم على كمية إنتاج اللبن اللي هي موجودة بديله خمسة كيلو علف حسب كمية اللبن اللي هي موجود فبيرسل لي إشارات عصبية وبيحدد لي إن الحيوان ده هوت هيحتاج خمسة كيلو الحيوان ده هو يحتاج عشرة كيلو الحيوان ده يحتاج أربعة كيلو إذا من خلال أجهزة النصم الحاسب الآلي أقدر أو أعطي الحيوامات مقننتها الغذائية وبتختلف كل حيواء معنا الآخر في المقنن الغذائي لهذا الحيوات كذلك بيتم تسجيل جميع البيانات في دورة الدورة دي بتطلق عليها اسمها دورة المعلومات إذا من خلال وحدة التحكم بالنسبة لأجهزة الحاسب الآلي بعرف الحيوان وتتبع هذا الحيوان منذ الولادة وبسجل فيه المولود وبيتبم نسب هذا الحيوان عشان أقدر أعرف من الحيوان ده هو ابن مين أو من سنة مين عندي فيه أبقار في انتهاء الحياة الانتاجية لهذا الحيوان مميزات النظم مطورة وبأكد عليها باستمرار لأن هذا اللي بتيجي في الامتحالة باستمرار لا تكلف المربي جهدا بتمكن المربي أن يقارن قطيعه باقي الكطعان الأخرى من بتحقق نسبة عالية في معدلات التحسين الوراثي لأنه بيشخص كل حيوان على حده وبيزود الخبر للمربي وبيعطي إرشادات للمربي أو نصائح بحيث أنه هو يقدر يحسن ويطور من نظمه داخل المزرعة اللي هو موجود فيها كطعان اللابة بننتقل إلى موضوع آخر شيء جدا وهو مساكن حيوانات اللبن طيب إحنا عرفنا من خلال الأجهزة أن في عندي حسب آلي موجود في عندي الموجود في عندي الحوش موجود طيب المسكن بالنسبة ليه حيوان اللبن هل أشتري حيوان أشتري حيوان لبن غالي وعالي فيه سعر أو مرتفع في سعره لازم أوفر له جميع الرعاية البيطرية وجميع الرعاية الصحية أو الرعاية المزرعية داخل المزرعة هل الحيوان ده متربى فيه؟ نحن قلنا قبل كده أن أفضل التركيبة الوراثية لن تؤدي إلى أحسن النتائج في الكطعات إلا إذا توفرت الظروف البيئية الملائمة لمدى إظهار التركيبة الوراثية لكفاءتها الانتاجية معنى ذلك إيه؟ أنا عندي حيوان مثلا كان كنت أنا شريب مبارا بيديني حوالي 3 طن خلال موسم الحلب أما جيه هذا الحيوان اتناقل عندي هنا في مصر بيديني حوالي 2 طن أو 2.5 إيه اللي اختلف عندي؟ اختلف الظروف البيئية طيب الظروف البيئية بما فيها إيه؟ بما فيها مسكن الحيوانية هل الحيوان ده موجود في منطقة تشبه المنطقة اللي هو تم استنباط فيها هذا الحيوان وقال له الظروف البيئية اختلفت عشان كده بيقل كفاءته الانتاجية بالنسبة ليه انتاجه من اللبن أو بالنسبة لو كان عندي حيوان تسمين بتقل كفاءته الانتاجية فمساكن حيوانات اللبن لو جينا وضحنا وعرفنا المسكن المسكن عبارة عن إيه؟ مكان بيوفر الحيوان الراحة الراحة والحماية ويحافظ على صحته مع توفير الاحتياجات البيئية لأنه قلت لك أن أفضل التركيب الورصي لازم يكون معها الظروف البيئية عشان تقدر تساعد هذا الحيوان إلى بزل أقصى جهد من انتاجه فيه كمية اللبن أو إلى أعلى انتاج له من كمية اللبن المسكن ده مهم مهم في إيه هو هذا المسكن؟ أنه بيوفر الراحة التامة لجميع الحيوانات اللي هي موجودة في عندي مكان للعزل في عندي مكان للتحصينات في عندي مكان للحلب في عندي مكان بيوفر للحيوان جميع سبل الراحة بالنسبة لهذا الحيوان من دمن أهمية المسكن كذلك أنه بيزود كفاءة العمل داخل المزرعة وفي نفس الوقت بيسهل وينظم حركة الحيوانات داخل القطيع وحركة المربي أو حركة الفني داخل قطعان حيوانات اللبن كذلك من أهمية المسكن أنه بيعمل على إنتاج اللبن نظيف أن في عندي موجود محلب المحلب ده موجود بيتم تطهيره مش ممكن تبعا أحلب في المكان الحوش اللي هو موجود في الحيوانات يبقى لازم أوديه في مكان تاني آخر عشان يتم فيه عملية الحل والمحلب له مواصفات ولوه شروط فنية وشروط صحية عشان أطلع كمية عالية من إنتاج اللبن كمية على درجة نظيفة من هذا الإنتاج ده بالنسبة للمسكن حيوانات اللبن زاد إيه تاني من دمن أهمية المسكن أن أنا بتخلص أو بيسهل لي أنه يتخلص من الفضلات اللي هي موجودة بالسمراء كذلك أنه بيحمي هذا الحيوان من الحرارة من الرطوبة من الأمطار من أشعة الشمس من الرياح من جميع العوامل البيئية اللي هي موجودة كذلك المسكن بيحمي الحيوان من الاختلاط بحيوانات مريضة أنا عندي في داخل المسكن في مكان لعزل هذه الحيوانات لو لقيت عندي في حيوانات في حالة مرضية بعزل هذا الحيوان عن باقي أفراد القطيع وبخليه في حتة مكان اسمه مكان المعزل إلى أن يتم شفاء وإجراء التحصينات اللازمة وإعلاج هذا الحيوان أرجع دخله على باقي أفراد القطيع مرة أخرى يبقى من دمن أهمية المسكن إحنا كده عرفنا أن المسكن في مكان للعزل في مكان للمحلب في مكان للرياضة في مكان للتغزية في داخل في حوش عندي موجودة في مكان للعلاق أو مكان لمخزن للعلاق في مكان لمخزن اللي هو العلاق اللي هي الشتوية أو العلاق اللي هي الصيفية كل هذه بيدور داخل مزارع كتعان حيوانات اللبن أو داخل مساكن حيوانات اللبن في هناك مجموعة من الاعتبارات براعيها ما جاء أسس أو أشوف أو هصمم مساكن حيوانات اللبن هل الظروف البيئية اللي موجودة عندي هل المنطقة عندي منطقة باستمرار فيها أمطار باستمرار موجودة يبقى نبنشي المسكن حسب المنطقة اللي ما هربي فيها هذا الحيوان أو حسب الظروف البيئية لهذا الحيوان إذا كان البيئة اللي موجودة فيها فيها هواء بكسرة فيها أتربة يبقى نبنشي مساكن مغلقة وبيكون مجهزة في داخل هذه المساكن لو كان المساكن ديت مفتوحة أو في مناطق معتدلة فنبنشي المسكن حسب المنطقة اللي هي موجودة سواء كان هلشي البرجولات أو هلشي اللي هي الأسطح اللي هي على شكل جملون أو على شكل مظلات يبقى أنا بكيف المسكن وبشوف المسكن حسب المنطقة اللي أنا هربي فيها هذا الحيوان كذلك فيه عندي تكليف الشراء يعني إيه تكليف الشراء أنا نفترض لعندي المقدرة المالية ضعيفة بالنسبة ليه حيوان اللبن أو بالنسبة للمربي اللي هو موجود عندي فبيصمم المساكن حسب مقدرته المالية أو حسب قدرته المالية احنا لسه متكلمين من الفترة بالقول أن فيه نظم متطورة إذن ديت مع المقدرة المالية العالية واحد ما عندهش مقدرة مالية عالية هل هينشئ مساكن مغلقة مجهزة بأحدى أجهزة الكمبيوتر أو أحدث الأجهزة للتكيفات اللي هي بتلائم أو بتزبط درجة الحرارة أو درجة الرطوبة داخل مساكن حيوانات اللبن إذن هنا المقدرة المالية شرط من ضمن شروط أن أنا بصمم المساكن ليه حيوانات اللبن كذلك توفير الخامات اللازمة لإنشاء المبنى أنا في منطقة ما عنديش خامات متوفرة فبصمم المساكن حسب القدرة المالية اللي هي موجودة عندي أو حسب الخامات اللي هي موجودة كذلك إما جا صمم المسكن بسممه حسب درجة الميكانة داخل المزرعة يعني إيه درجة الميكانة داخل المزرعة نفترض أننا نهنئ الأعلاف من خارج المزرعة ويتم توزيع العلاق عن طريق اللوادر اللي هي موجودة فيها أو عن طريق الأجهزة الأجهزة اللي هي الميكانة فبالتالي بصمم المسكن حسب دخول السيارات أو دخول العربيات داخل المخزن أو داخل المسكن بالنسبة للحيوانات عشان أقدر أسهل عملية توزيع العلاق وأقدر أسهل عملية خروج ودخول الحيوانات يبقى إذن هنا درجة الميكانة بالنسبة للمزرعة أو أن في عندي محلة بقالي يبقى دي نوع من أيضا من درجة الميكانة بالنسبة في تصميم الحزائر أو تصميم المساكن بالنسبة لحيوانات اللبن كيمة رأس المال بالنسبة للمستثمر هل المستثمر دو كيمة رأس المال بتاعته عالية ولا كيمة رأس المال منخفضة عشان يقدر يصمم لي مساكن حيوانات اللبن كذلك توفير الإعمالة والخبرة الفنية لو أنا عندي عمالة كتيرة موجودة بصمم المسكن حسب قدرة العمالة اللي هي موجودة عندي لكن أنا لو أصمم المسكن حسب القدرة المالية وعند أجهزة تحكم آلي يبقى أنا بصمم مساكن حديثة ومرتفعة بحيث أنه بدل معامل هيقدر يقود أو يحتوي خمس إلى ست ماشية لا أنا ممكن عامل واحد يقدر يدير حركة القطيع داخل القطيع بالنسبة لي لو أنا عندي أجهزة تحكم آلي عالية أو إن أنا مبرمج المزرعة حسب النظام اللي أنا متابعه أو حسب النظام الإلكترولي داخل المزرعة لكن لو مزارع بدائية فبقطر عدد العمالة اللي هي موجودة في عندي عمالة بالنسبة للعملية الحليب سواء كنت هحلب حال بيدوي أو حال بقالي في عندي عمالة لتوزيع العلائق في عندي عمالة لعملية الساكي في عندي عمالة لعملية ترييد الطلائق في عندي عملية عملية فني بيطاري مخصص لعملية التحصين واكتشاف الحياة المرضية لو أنا ما عنديش الكلام ده كله أو عندي مقدرة مالية عالية فبقلل كمية العمالة اللي هي موجودة عندي لما عندي موجود نظم حاسب آلي أو نظم مبرمجة حديثة بتقدر تدير حركة المزرعة داخل القطير المباني الرئاسية في مزارع الألباء يعني ايه المباني الرئاسية في مزارع الألباء في عندي نوعين من المباني في مبنى الحيوانات الحلابة اللي هو احنا بنقول عليه المحلب في مبنى تاني اسمه مباني العجول والعجلات الرضيعة يبقى في مبنين عندي مبنى الحيوانات الحلابة اللي هو المحلب دي مباني رئيسية وفي مباني العجول والعجلات الرضيعة داخل القطير في عندي برضو تاني مساكن الطلاق يبقى اذا في حوشة اللي وحديها في داخل المسكن اسمه مسكن بالنسبة ليه الطلائق اللي هي حوشة الطلوقة بالنسبة فيه قطعان التربية اللي هو القطيع اللي موجود عندي وانا بتعامل مع قطيع دائم يعني مش قطيع طيار قطيع دائم في نسل في ولادة في تلقيح في اخصاف في حمل الى اخيره داخل القطيع او داخل حركة انتاج القطيع داخل على مدار الاربعة وعشرين ساعة في عندي حجرات ولادة في عندي مستوصف للولادة يبقى اذا في مكان اخر من ضمن المساكن اللي هو مكان للولادة بالنسبة الابكار هذا المكان انا عارف مثلا معادل الولادة المنتظر للماشية رقم واحد فبتطر بخرجها من داخل الحوشة الى حجرة العزل او مكان مستوصف الولادة وبفرشه بها الارضية ميئة الى الاش او من الادبان اللي هي موجودة تكون الارضية جافة فبجهزه استعدادا للولادة ده اسمه مسكن الولادة او مستوصف الولادة بالنسبة ليه حيوان اللبن زاد في ايه عندي زاد ان في عندي تاني حجرة اللبن اللي هي موجودة عندي حجرة اللبن موجودة عندي طبعا في عندي اقصات من اللبن في عندي مصافي من اللبن عشان يصف في كمية اللبن هي موجودة عندي الوردة ده لو انا هشتغل بطريقة لسه كلسه كلسه مبتدئ في عندي اجهزة عالية بالنسبة لتخزين او تجميع اللبن داخل المزرعة في عندي برضو تاني اجهزة حديثة عالية اللي هي تانكات اللي هي موجودة كل دي اسمه مكان تجميع اللبن في داخل المزرعة في عندي مبنى العيادة البيطرية يعني ايه مبنى العيادة البيطرية بالنسبة لقطيع اللبن مبنى العيادة البيطرية بيحتوى على جميع الأدوية والتحصينات اللازمة داخل المزرعة الإنتاج الحيواني بالنسبة لي كطيع اللبن المبنى بيحتوى على جميع اللي هو مبنى العيادة أو حجرة العيادة في جميع الأجهزة فيها السيرنجات فيها الققل فيها الأدوية فيها التحصينات فيها كل المتعلقات الرعاية البيطرية أو الرعاية الصحية لحيوان اللبن أو التنموترات دي موجودة في داخل العيادة البيطرية مع الطبيب البيطري موجود أو مع العامل الفن البيطري موجود داخل المزرعة فيه ايه عندي برضو تاني فيه مبنى العجول والعجلات النامية مبنى العجول والعجلات النامية دي جزء ايضا داخل مزارح حيوانات اللبك فيه عندي المخازن المخازن بالنسبة لحيوان اللبك يعني ايه مخازن فيه عندي مخازن للأعلاق اللي هي المركزة في عندي مخزن للأدبان في عندي مخزن للنخالة في عندي مخزن للدشيشة اذا كنت هخلط داخل قطيع حوالها اللبن او ان انا حشتري علائق جاهزة او علف مركب جاهز في عندي مخزن لهذه العلائقة الجاهزة بموجودة عندي في مبنى الادارة في داخل القطيع يعني ايه مبنى الادارة في مبنى الادارة اللي هو فيه وحدة التحكم وبيدير حركة القطيع ومكان للنبطشية او نبطش الليل بالنسبة انه هيتابع حركة القطيع سواء كان فيه عندي ولادة او سواء كان فيه عندي رعاية بيطارية فيه عندي بعد ده كله فيه عندي ايه فيه عندي حفرة عمل السلاج او فيه عندي حفرة لتجميع السماد البلد اللي هو موجودة عندي دي موجودة في داخل المزرعة بتكون في الناحية الابلية للمزرعة عشان ريحة السماد لا تنتقل الى الالبان اللي هي موجودة عشان ما تلوس اللبن اللي هو موجودة عندي يبقى دي كلها اللي هي الاماكن او الاقسام اللي موجودة داخل مزارع حيوانات اللبن شفنا مستوصف الولادة شفنا حجرة العزل بالنسبة لحيوانات المريضة شفنا الحيوانات اللي انا هشتريها منبرة لازم اعطاها في حجرة عزل في البداية شفنا حجرات اللي هي العلائق او مخازن العلائق شفنا مستوصف العجول والعجلات اللي هي الصغيرة اللي هي لسه حديثة شفنا حجرات اللي هي العجول او اماكن الحجرات اللي هي النامية العجلات النامية اللي هي في مرحلة حمل لان انا بقسم عندي المزرعة بقسم المزرعة عندي او بقسم الحوش حسب الحانات اللي هي موجودة مش ممكن احط العجلات الصغيرة مع الامهات الكبير لا انا بخلي كل ام كبيرة مع بعضيها بما يتناسب مع كمية انتاج لهذه الام انتاج عالي لان ما بفتح الحوشة عشان ادخل لعملية الحلب يبقى لازم القطيع يكون متوازن مع بعضه مثلا القطيع يديني 20-30 كيلو جرام يبقى القطيع دهوقت هيخش رقم حش رقم واحد إلى المحلب بعد منه هيخش رقم اثنين وهكذا يبقى أنا بنظم داخل الحركة داخل القطيع في عندي أيضا طيب مجموعة من المخازن سواء كمخازن للأش أو مخازن للأدبان اللي هي موجودة دي كلها بيكون موجودة داخل المزرع في عندي مكان لعملية الوزن لما بسجل وزن الحيوانات من خلال إيه؟ من خلال سجل الوزن اللي هو موجود عندي أو من خلال الميزان اللي هو موجود عندي عشان أقدر أتحكم في هذا الحيوان وأقدر أوزن هذا الحيوان كل دي هذه المواصفات أو هذه الحجرات أو الأماكن اللي هي موجودة داخل قطعان أو مزارع حيوانات اللبا المبنى الرئاسية بقى في مزارع الألبان اللي هي مبنى الحيوانات الحلابة المحلب مباني العجول والعجلات الرضيعة دول الاماكن اللي هو في مباني رأسي زاد ايه تان في مسكن للطلائق في حجرات الولادة اللي هي مستوصف الولادة في حجرة اللبن اللي هو بيتم تجميع اللبن من داخل القطيع الى هذه الحجرة الى ان يتم التخلص بالبيع لهذا اللبن في عندي مبنى العيادة البطارية اللي هو موجود اللي هو من خلاله بقدر اتابع الرعاية البيطارية او الرعاية الصحية موجود بجميع التحسنات والادوية اللي هي موجودة داخل عندي داخل القطيع عشان اقدر احرك داخل القطيع او اشوف التحسنات معدها امتى كل ده من خلال مبنى الادارة البيطارية او العيادة البيطارية داخل القطيع وده بيتعامل مع دكتور بيطاري او مع الممرض البيطاري في عندي مبنى الإدارة عشان يتعامل مع جميع الأمكانيات ومجميع الأجهزة اللي هو موجود اللي هو بنسميها وحدة التحكم اللي هو بيدير حركة القطيع اللي هي موجودة عندي داخل القطيع في عندي حفرة عمل السلاج في عندي حفرة عمل السلاج اللي هي موجودة زائد ان في عندي مكان لتغزية هذه الحيوانات يعني مكان بخزن فيه طبعا العلائق ثم بننتقل الى نقطة اخرى اللي هي مبنى الحيوانات الحلابة. وده ان شاء الله اللي احنا هنشوفه في الحلقة القادمة مبنى مبنى الحيوانات الحلابة ده بيحتوي على جميع الامكانيات اللي هي موجودة داخل القطيع سواء كان هعمل عملية حل بيادوي او عملية حل بقالي. هذا المبنى بيشمل جميع الاجهزة الموجودة اللي هي خاصة بعملية ادارة المحلب اللي هو موجود. سواء كنت هحلب حل بيدوي او ان انا كنت هحلب حل باني. تعالوا مع بعض شوف احنا اللي احنا لخصناه النهاردة او تحدثنا عنه النهاردة تحدثنا عن ايه? تحدثنا على النظم المتطورة في الانتاج الحيواني بالنسبة لي قطيع حيوان اللبن. احنا كنا قبل كده بنتكلم بالقول ان انا بسجل عن طريق الدفاتر الوراقية. اللي هي السجلات الوراقية اللي هي موجودة. بدون جميع البيانات. بدون جميع الملاحظات. بدون جميع العمليات اللي هي ما بتتم داخل المزرعة في دفاتر الوراقية. انا حسنت هذه الدفاتر ودخلت اجهزة جديدة. اللي هي عملية رقمانة لهذه الاجهزة. من خلال النظم المتطورة في مجال الانتاج الحيواني والداجيني. وبن خلال هذه الانظمة قدرت اشخص كل حيوان على حيدة. معنى ذلك ايه? ان عندي حيوان رقم واحد. هذا الحيوان بيديني كم مية كم كيلو لبن. هذا الحيوان عمر الحملة قد ايه? هذا الحيوان فيه موسم الولادة بتاعه قد ايه? هل الحيوان ده هو آآ آآ النظرة المستقبلية لهذه الحيوان. بشوف من خلال هذه السجلات انه مقدر احكم جميع العمليات المزرعية من خلال احدث الاجهزة او من خلال الاجهزة المبرمجة بالنسبة لي قطعان حيوانات اللابة. ان شاء الله في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن مبنى الحيوانات الحلابة. اعزائي وصلنا بكم الى نهاية هذه هذه الحلقة. على امل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نتمنى لكم دوامة تقدموا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.